نحن بصدد مؤتمر رياضي ثقافي يضم جميع أندية محافظة طول كرم بمشاركة المجلس الكاروي ونادي فرعون الرياضي الثقافي انبثقت هذه الفكرة من نادي فرعون الرياضي الثقافي وبالشراكي مع المجلس الكاروي للوقوف على التحديات والعقبات التي تواجه أندية محافظة طول كرم فكان عنوان هذه الندوة أندية محافظة طول كرم بين الواقع والمأمول والشق الثاني كان لهذا المؤتمر هو دور الأندية في احتضان فئة اليافعين والشباب والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم وبالتالي يكون هناك شباب ذوي سلوكيات سوية وأبناء صالحين في هذا المجتمع في ظل ما نراه في الشارع الفلسطيني المنتشرة من لغة العنف وغياب لغة الحوار والتسامح وبالتالي هذه مبادرة جديدة طبعا بمشاركة المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللي مثلها أخونا نضال الحكيم مدير فرع طول كرم للشباب والرياضة فكان المؤتمر مميز بالتفاعل وبالحضور كل الشكر والتقدير لكل نادي حضر وشارك والشكر موصول لكم تلفزيون الفجر الجديد في البداية بدي أشكر نادي فرعون الرياضي ومجلس كروي فرعون على هاي المبادرة الرائعة واللي لمت جمعت بين كل أندية محافظة طول كرم لمناقشة المشاكل والتحديات اللي بتعاني منها الأندية الرياضية في المحافظة وتم استعراض الخطة الوطنية الاستراتيجية للشباب اللي عدها المجلس الأعلى للشباب والرياضة من عام 2017 حتى عام 2023 وربط التحديات والمشاكل بتعاني منها الأندية بالخطة الوطنية الاستراتيجية وبدأ النقاش ما بين الأندية من جميع المحافظة حول ما يعانوه من مشاكل تشغيلية للأندية الرياضية وهناك توصية تخرج فيها الأندية لمناقشتها واحتضانها وتبنيها واعتمادها من المجلسة على الشباب والرياضة شكرا لكم وشكرا إلى تلفزيون الفجر الجديد على اهتمامه ومتابعته لبرامج وأنشطات الأندية الرياضية والمجلسة على الشباب والرياضة